الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ويقول سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الغدى والفرقان فمن شهد منكم الشحى فليصم أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تبلغنا هذا الشهر الفضيل بخير ويمن وباكة وأمن وعافية وسائر بلاد العالمين وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك تحيي وتميت وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله وعسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة بلغ الرسالة وأدى الأمانة وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفع له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل في هذا الشهر الكريم عتقاء من النار عند كل فطر وذلك في كل ليلة نسأل الله العلي العظيم أن نكون منهم وبعد فقد كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم والصالحون من بعدهم يدعون الله عز وجل أن يبلغهم عمضان ويهنئ بعضهم بعضا بقدومه لما فيه من الفضل العظيم والثواب العميم حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ألا إن لربكم في أيام ذهريكم لنفحات ألا فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبهم منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا هذا هو شعر النفحات والرحمات والخيارات والصالحات يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من صام عمضان إيمانا واحتسابا إخلاصا لله عز وجل غفع له ما تقدم من ذنبه ويقول صلى الله عليه وسلم من قام عمضان إيمانا واحتسابا غفع له ما تقدم من ذنبه ويقول صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفع له ما تقدم من ذنبه وعلى الرغم من كل الظروف التي يمر بها العالم ومن إجراءات التباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية فما زال فضل الله علينا عظيما وواسعا فلنفح بقدوب هذا الشهر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفحه فإذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم من صام عمضان إيمانا واحتسابا غفع له ما تقدم من ذنبه فأغم كل ما يعيشه العالم لم يمنعك أحد من الصيام وبفضل الله بيوت الله عامات مفتوحة لم يمنعك أحد من القيام سواء بالضوابط التي أعلنتها الوزارة لصلاة القيام أو بالقيام الحقيقي في بيتك اجعلوا بيوتكم طاعة ولا تجعلوها قلمقابر إذا كنا حددنا وقت القيام ففي بيتك متسع للقيام وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام عمضان لم يقل من قام عمضان في المسجد وإنما قال من قام عمضان على الإطلاق بل إن عبادة الإنسان قيامه الليل في بيته أقعب إلى الإخلاص وأدعى للتقوى وأفضل الأعمال أشكها ربما يستسهل بعض الناس الصلاة في جماعة يصلي مع المصلين ولكن إذا عاد أن يقوم في بيته ربما غلبه الشيطان فعندما يقوم الشيطان ويصر على قيام الليل فهذا باب عظيم من الإخلاص لم يمنعك منه مانع إذا تحضيت ليلة القد ما الذي يمنعك منها الخير ما زال مفتوحا وأبواب السماء ما زالت مفتحة ورب العرش رحمته واسعة حتى من حبسه المارض أو حبسه العز يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مارض العبد أو صافع كتب له مثل سواب ما كان يعمل صحيحا مقيمان ومع ذلك لم يمنعنا مانع على الإطلاق من عمل الخير بل إن أعظم القربات في هذا الشهر العظيم الذي أؤكد عليه إذا آتت بابا واسعا من أبواب الرحمة أعظم أبواب القربات في هذا الشهر العظيم هو إطعام الطعام والبر والصلح والإنفاق في سبيل الله فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس قاطبة لكنه كان أجود ما يكون في رمضان ويقول سيدنا عبد الله بن سلام قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنظرت في وجهه فعلمت أن وجهه لا يمكن أبدا أن يكون وجه كذاب فكان أول ما سمعت منه أن قال أيها الناس أطعم الطعام وأفس السلام وصلوا بالليل والناس نيام صلي قيام الليل في بيتك والناس نيام أعظم أجعا أطعم الطعام وأفس السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام ويقول صلى الله عليه وسلم من فط صائما في هذا الشهر الكريم فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء وهنا معنى يجب أن نوضحه وبخاصة في هذا الشهر الكريم وفي ظل الظروف التي نعيشها بعض الناس يضيق واسعا ولا يفهم المقصد من الحديث النبوي فيظن أن الإفطار فقط أن تأتي فقط كما يفعل بعض الناس عند الطرقات يقف ببعض طمرات يعطي هذا طمر هذا جيد أن تطعم المرة وابن السبيل وعلى الطريق ولا ننكره لكن لا تضيق واسعا ليس المقصود بإفطار الصائم أن تعطيه فقط طمر أو شربة ماء أو كوب عصير ليفطه عليه لا إطعام الطعام في رمضان وإفطار الصائم أوسع من ذلك بكثير سواء قدمت طعاما مطهيا أو مطبوخا أو دعوت فقيرا للإفطار أو أعطيته الطعام حبا أو أعطيته كما يسمى بالشنطة الغزائية أو كوتونة إطعام رمضان ووزعتها على الفقير ليستغني هو وأصعاته بل إنك إن أعطيت الفقير ما يكفيه هو وأصعاته كان أفضل من أن تطعمها وحده أي يوم أفضل أن تنصب مائدة مثل الإفطار فيأتي شخص واحد ويترك زوجه ويترك أبناءه ويأتي وحده للمائدة أو أن تعطيه ما يكفيه ويكفي أصعاته لا شك أنك عندما تعطيه في بيته تعطيه معززة مكرمة تعطيه ما يكفيه ويكفي أصعاته وتحفظ ماء وجهه لأن بعض الناس حتى يتحرك أن يذهب إلى الموائد العامة وهؤلاء هم المتعففون الذين لا يسألون الناس إلحافة وليس شرطاً أن تعطيه ذلك في صورة شمطة غزائية أو كوتونة غزائية ولكن يمكن أن تعطيه من المال من المال ما يغني عن السؤال في هذا الشهر العظيم وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم في هذا اليوم في يوم العيد فنأخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولقول أغنوهم في هذا الشهر أغنوا الفقهاء عن السؤال في هذا الشهر وعليكم بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بي ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم هذا شهر الإطعام وليس معنى الإطعام فقط أن تعطيه الفقير التمرة أو أعطيه مائدة وإذا كانت الظروف قد منعت الموائد حفظاً على الأنفس ومنعاً لانتشار العدوى فإن الباب الأوسع والأعظم أجرى من الموائد مائة مرة أن تدفع للفقير سواء نقداً أو ما تعطيه سلعاً تغنيه هو وأسعته باب الخير ما زال واسعاً وعليك أن تعلم أنه ما من يوم إلا وينادي ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقاً خلفاً ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكاً تلفاً اللهم أعطي منفقاً خلفاً اللهم أعطي ممسكاً تلفاً نسأل الله أن يزقنا وإياكم حسن الفهم وأن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية الحمد لله وكفا وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى أختم حديثي مع حضراتكم بسلاس نقاط عجلة الأولى الأولى نريد أن لا يكون بيننا أن لا يكون بيننا ولا في مجتمعنا في هذا الشهر الكريم جائع ولا محتاج ولا مسكين كل أهل قرية كل أهل نجع كل أهل عزبة كل أهل منطقة كل أهل حي على أغنيائهم أن يقوموا بفقرائهم فإن الله عز وجل قسم أقوات الفقراء في أموال الأغنياء يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين غني اليوم غني اليوم قد يكون فقير الغد وفقير اليوم قد يكون غني الغد ألم طاء أن الفقر يرجى له الغنى وأن الغنى يخشى عليه من الفقر المال مال الله الله يقول في كتابه العزيز وآتوهم من مال الله أنت مؤتما وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه واستأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد شكر النعمة ألا يكون إلى جارك جائع أو مسكين أو محتاج وتنام أنت شبعان وهو جائع الغسالة الثانية الالتزام بالإجراءات الاحترازية حارصت الدولة على التوازن في جميع الجوانب بين مسيرة الحياة الاقتصادية وإقامة الشعارة الدينية والحفاظ على حياة الناس وصحة الناس والعمل بالأخذ بالأسباب الشرعية لمنع انتشار فيرسكرون بين الناس يجب علينا اتخذت الدولة إجراءا بفتح المساجد بيوت الله مفتوحة وستظل بإذن الله مفتوحة ونسأل الله عز وجل أن تبقى مفتوحة ولكن من يحب بيوت الله عليه أن يلتزم بالكمامة بالمصلة الشخصي بإجراءات التباعد لأنك إن تسببت في غلق بيت الله فكيف ستلقى الله لأنك لم تلتزم وهنا نؤكد الالتزام بالإجراءات الاحترازية واجب شرعي وصحي ونؤكد إذا كنت ما دام بيت الله مفتوح فلتحافظ عليه وليكن هناك رائعام إذا وجدنا إنسانا لا يلتزم ننصحه بالالتزام حتى يبقى بيت الله مفتوحا للجميع دون أي مخالفات فنجمع بين إيمانيات وعرحانيات هذا الشهر العظيم وبين الحفاظ على الصحة العامة آخر ما أختم به الحق يجب أن يقال وبمناسبة العيد القومي لمحافظة الجيزة وفي طريقنا إلى هذا المسجد وما لمسناه من روح إيمانية ووطنية ممزوجتين فرحة بهذا المسجد يصحبه ولاء عظيم لهذا البلد الذي يبني ويعمر في كل مكان في طريقنا إلى هنا رأينا الطرق والبنية التحتية والكبار الجديدة وهناك أحد الشوارع في منطقة الجيزة ترسى سابقا كان مخططا له أن يوسع من 1979 الآن يتم على أعلى مستوى حضاي هذه أمور لها عقود كانت لم لم تنفذ ثم تقوم الدولة بها في جميع الأماكن ما لفت النظر ونحن في طريقنا على المتحف المصر الكبير الذي يحمل جانبا من جوانب هذه الحضارة ربما لا نظر له في العالم عندما يتم افتتاحه إن شاء الله لكن الذي لفت نظرنا في النقاش قلنا نتحدث هذا المتحف ربما ينافس بل سينافس المتحف العالمي الكبيرة ولكن في المتحف الكبيرة تجد جزء للمصريات وجزء لحضارات أخرى أما متحفنا فهي غنية بحضاراتنا المصرية لا تحتاج أن تزود بحضارات أخرى ولا أن تأخذ من حضارات أخرى دليل على عظمة وحضارة وعمق حضارة هذا الشعب العظيم معظم المتحف الكبيرة في العالم تجد فيها قسمة للمصريات وربما قسم الحضارات أخرى والدول عندما تنظم متاحف في هذا الحجم لا تستطيع أن تملأها أو أن تعمرها بآصائها الوطنية فتحتاج إلى آصائها عالمية أما متاحفنا لا تستوعب كل ما في مخازن الأسار وما يكتشف لعمق وعظمة هذه الحضارة فهي دولة بنت منذ آلاف السنين وستبني وها ما يتم من بناء في مختلف المجالات سواء في بناء الحضارة سواء ما يتم في العواصم الجديدة في المدن الجديدة في تطوير المدن القديمة يؤكد أننا أمام نقلة عظيمة في تاريخ هذه الدولة وأن الأحفاد ماضون على طريق الأجداد في صنع حضارة عظيمة لهذا الوطن تعمق الانتماء فنهنئ أهالي الجيزة بالعيد القومي نهنئ كل مصريين بما يتم على أرض مصر من نروح لا تحتاج إلا إلى أمرين مزيد من الانتماء مزيد من الولاء مزيد من العمل ونؤكد أن رمضان شهر العمل لا شهر البطالة والكسل نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء الله أعوذ ما يحفظ مصر وأهلها من كل سوء واجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء إلى يوم الدين وسائر بلاد العالمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم شرح صدوانا للإسلام اللهم أزوقنا حسن الفهم لديننا اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته ولا همّا إلا فراجته ولا دينا إلا سددته وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ويا عبد الله أقم الصلاة إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقتا